تولت ردود الفعل المرحبة في مملكة البحرين بقرار مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى أولياء العهود بالبلدين الشقيقين حيث أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن هذه الخطوة تأتي تتويجا للعلاقات الأخوية الوطيدة المتنامئة وتعزيزا للتكامل الثنائي في مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ويمثل مبادرة رفيعة وخطوة متقدمة وإضافة هامة لمسيرة التعاون بين البلدين بدوره أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن القرار يأتي إيمانا من جلالة الملك المفدى وخادم الحرمين الشريفين حفظهم الله بتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين كنموذج للعلاقات الأخوية الخليجية والعربية والإسلامية مهنئا جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد بهذه الخطوة المباركة ومن جانبه وصف سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية بأنه خطوة مهمة من شأنها تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لدفع مسيرة التعاون إلى آفاق أرحب وأشمل لكل ما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين فيما اعتبر معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن رفع التمثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني سيعمل على استمرار تطوير التعاون الثنائي بما يحقق تطلعات المشتركة للبلدين نحو التكامل بما يحقق نموذجا متفردا في العلاقات بين الدول ومن جهته نوها سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بأن القرار يعتبر خطوة هامة في طريق مد جسور جديدة من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية متطلعين إلى مزيد من التطور والازدهار إلى ذلك أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميح وزير الإعلام بالقرار قال إنه يأتي تأكيدا على خصوصية وأهمية العلاقات البحرينية السعودية في إطارها الأخوي وتنميتها معتبرا أن القرار يمثل انطلاقة أخرى لشكل التعاون المقبل وسيفتح المزيد من مجالات وقطاعات التعاون المشترك